زلة القدم أسلم من زلة اللسان هكذا تقول الحكمة لكن ماذا لو اجتمعت الزلتان حينها يصبح السؤال عن السبب وراء تكرار زلات الرئيس الأمريكي جو بايدن ملحا وضروريا سيما مع زلته الجديدة التي ظهر مصرحا فيها أمام الشاشات على ما يشبه أنه تنازل عن مسماه الوظيفي المستمع لتصريح الرئيس الأمريكي قد يفهم أنه تنازل عن منصبه لنائبته كمال هاريس لكن حقيقة الأمر أنها زلة لسان جديدة كزلات معهودة لبايدن منذ توليه زمام السلطة كرئيس أمريكي إذن يعلن بايدن أنه نائب رئيس أمريكا وقبلها أخطأ بالقول أن بوتين سيغزو بلده روسيا قائلا كيف نصل إلى المكان الذي يقرر فيه بوتين أنه سيغزو روسيا لكن الأغربة في كل ذلك هو كيف لرئيس دولة عظمى أن ينسى اسم وزير دفاعه بل اسم وزارة الدفاع الأمريكية برمتها زلات تقرأ لدى خصوم أمريكي على أنها مفاتيح لأسرار البيت الأبيض أو لما يدور في ذهن بايدن ما قد يعتبرها الخصوم على أنها رصيد مفتوح لمعرفة ما تخفيه أمريكا على لسان رئيسها كثير الزلات ترجمة نانسي قنقر